اتكلمت فرح بنبرة جمدة وقالت هقالولي انك عايزني كانت نظراته قوية وقال بخشونة هقعودي قعدت بهدوء ادهشه فقال لما تنوي تعملي حاجة زي اللي عملتيها النهار ده دي تعرفيني انا انسان حرة وما تعودتش لناخد اذن من حد واجب عليك تحترم الناس اللي عيشة وسطهم استريحت على الكرسي اكتر وقالت بهدوء مستفز وثين قلت الاحترام في ده لما تخرجي من بيتي وتروحي تدوري على شغل في شركة انا بملك اكتر من نصها يبقى ايه في رأيك احب اعرف منك باقي يبقى استهطار وقلت عقل تقدري تقولي لي وانتي بتملي الابليكيشن كنت هتكتبي محل اقامتك فين هزت كلمات وصابتها لثواني قبل ما تقول باندفاع مدفع عن نفسها ما كنتش هكتب اسم مزرعتك طبعا لاني مش ناوي يعود هنا احب اعرف كنت ناوي على ايه كنت هقجر شقجا بمكان الشغل ما انا مش معقول كنت هروح واجي كل يوم المسافة دي كلها واختك اللي المفروض جاي علشان تخلي بالك منها كنت هاخدها معايا يهاجي على طول اشوفها واتطمن عليها لبسكن عايز تخرية المعهود عنده وقال هقد كده المكان هنا وحش مش قادرة تتحميل اتعيش فيه هقدم مؤهلاتي ما تلقش اني اشتغل في شركة انترناشنال زي شركتكم هقدم المكان هنا وحش ومش حابة اعيش فيه كلامها زود نار التحدي عنده ورجع بدهره على الكرسي وقال لها بتسليه تصدقي معادلة مظبوطة 100% بمعنى ايه دايق عيني وقلب خبص يعني لو قسنا مؤهلاتك بقدي ايه المكان هنا وحش هنلاقيهم متساويين بالزبط وقف عقلها اللحظة يستوعب المعنى الخفي ورا كلامه وحسد بالغباء لسواني وهي بتفكر ازاي مؤهلتها تعادل كبح المكان حواليهم وهو زي الجنة اخيرا وصل لعقلها غزلوا المخفي او اعترافه بمؤهلتها احمره الشعب خجل وهو كان بيرائب كل انفعلتها بمتعة كبيرة كمخبيها كويس وخرج ورقة من درج المكتب ومدي ايده وادهالها وحل الفضول محل الخجل واتفاجئت بانها استمارة عمل رفعت رصها تبصله باستفهام فاتنحنح قبل مايرود على سؤالها الصامت وقال محتاج حد يمسك لي حسابات المزرعة وبما انك محتاجة شغل فخلاص اشتغلي اضغازت من كلامه الخالي من اللباكة وقالت بجفاء ومن قالك اني هوافق وليه ترفضي وليه قابل قررت سؤالها وكأنها بتتحداه فقابل تحديها بهدوء استفزها اكتر وقال عشان مقدمكيش حل تاني نعم بنفس ملامح الهدية ونبرته المتزنة علشان تشتغلي ومؤهلتك متسمحش انك تشتغلي في شركة كبيرة وفي نفس الوقت مش عايزة حد يصرف عليك هتعملي ايه مضطرة توفقي يعني انا بحاول اسهل عليك الدنيا مش اكتر حست بالغضب من كلامه لكنها مش هتدي فرصة الانتصار عليها فقالت بنبرة هدية لا ما تقلقش انا عارفة انا هعمل ايه كويس وكمان انا ما حبش حد يكون له جميلة علي رفع حجبه باستفهام قبل ما يقول جميلة بالزبط يعني مش مضطرة تخلقلي وظيفة عندك تلاقي مؤهلاتي انا مقدرة طبعا انك عايز تساعدني اعتبر ده غرور تقصد ايه انتي شايفة انك بالاهمية اللي تخليني اخلقلك وظيفة مش محتاجها فعلا حست وكأن جرد المياه سقط في قرصها من طريقته ولعنت غباها اللي وصلها للنقطة دي قدامه واللحظة ما عرفتش ترد ففاجئها وقال انا بيزنس مانيا فرح وكل حاجة عندي بحساب ما بديش غير لما بكون متأكد اني هاخد قد لديته ويمكن اكتر كمان ودلوقتي عايز قرار هتشتغلي هنا ولا تصرفي نظر عن الشغل خالص هو معنى اني ما اشتغلش معاك اني ما اشتغلش في اي مكان تاني فرصتك تقريبا معدومة واحنا قلنا قبل كده الاسباب خلينا نتكلم بصراحة ونقول انك مش هتخلي حد يشغلني صح ولانا غلطانة اعتبري كده توقع صورتها وانها تطلبه معرفة الاسباب ولكنه تفاجئ بيها اخدت قلم ومليت الورقة وحطتها قدامه قبل ما تقول بهدوء وانا قبلت الشغل لسه هيتكلم ولكنه تفاجئ بانها اخدت القلم وحطته في جبهة وقالت خلي معايا ذكرى علشان لما تعدي السنين وانسى اني شفتك او اني جيت المكان ده يبقى فيه حاجة تفكرني عن اذنك قالت جملتها الاخيرة بنبرة اشبه بالتعديد وكأنها بتقوله انها في يوم هتخلص من سطوته وسيطرته وهيبقى ذكرى منسية تحتاج لي شيء علشان تفتكره به والدهشته حس بشيء جوه رفض كلامها وبشدة وقفت حلق قدام القاع مش عاوزة تحضر المحاضرة تقيلة على قلبها للمعيد المغرور ده لانها مش متقبلة ولا عاوزة تشوفه ابدا متعجرف مستفز مع دوم الادب والزوء مش قادرة تنسى اليوم اللي رحت تعتذر له فيه وتجاهل اعتذرها بغطرسة غزتها ولكنها تفاجئت بواحدة من زاملتها بعتت لها رسالة على الواتساب بتقول ان فيه امتحان بكرة فزاد غضبع منه اكتر لانها الايام دي في اسوأ حالتها وما قرأتش حتى مقدمة الكتاب يقوم يعمل امتحان ووقفت قدام الباب الرئيسي للقاعة غرقانة في افكارها واللي كانت كلها منصبة عليه فقالت بصوت عالي واحد غبي اصلا سمعت صوت وراها قال بنفس صبر ياريت تقف تكلمي نفسك على جنب يا نسة علشان ورانا محاضرة اتصدمت لما سمعت صوته وراها وكأنه شبح ظهر من العدم لكن تجاوزت صدمتها والظهر الاحراج على ملامحها وتحركت من قدام الباب تفسح له المجال للدخول وهي وراه بتقول بديء والله انك غبي وحمر كمان ابو تقل دمك دخلت القاعة وقعدت فسمعت صوته العالي في المايك بيقول بنبرة قطعة اخر مرة حد يدخل وراي القاعة ياريت الكل يعرف مواعيده ويلتزن بيها ومش هكرر كلامي تاني قالت من بين اسنانها الهي تنشك في لسانك يا بعيد فجأة رفع راسه يبصلها فبرقت عنيها من انه يكون سمعها ولكنها وباخت نفسها الغباء ازاي سمعها وكل المسافة دي فصلة بينهم وبعد نص ساعة وهي بتحاول حل الامتحان الغبي اللي شبع صاحبه خرج جامل مكالمة وبدأ الجميع يتبادلوا الاجابات وكانت بتبصلهم بحسرة وحست بالحرج من انها تطلب من اي حد شيء حاطت راسها فوق الورقة قدامها ولكنها اتفجأت بشخص رمالها ورقة ففتحتها واتفجأت بخياله ووقف وراها وبيقول لها بصوته العالي ونبرته القوية هي غشاشة رفعت جنة راسها وشافت قدامها امينة والدة حازم اللي سمعت كلام سمى المسموم والاول مرة جنة تلاقي نفسها مش قادرة تنطأ ولا حتى تدفع عن طفلها فقربت منهم امينة اللي بصت لسمى بغضب وقالت بتوبيخ جرى ايه يا بنت همت اتجننتي خلاص ازاي تقولي اللي قلتي ده فكرت ان البيت ده معدلوش كبير يا حازبك اتصدمت سمى من كلام امينة اللي ما كانتش تتوقعه فقالت بنبرة مبحوحة بنت همت دلوقتي بقيت بنت همت يا ماما امينة مش كنت بتقولي لي يا مرات ابني حست بسهم غرس في قلبها ولكنها تجهلت ده كله وقالت بأسوأ ابني اللي تتخنق عليه ده راحل اللي خلقه واللي بتغلطي فيها دي مراته وام ابنه وحس كعينك اسمك بتقولي حاجة غير كده فهمة 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 يا مرات عمي جريت سمى على جوة والتفتت امينة الجنة تبص لها بتعالي وغضب قبل ما تقول بتوبيخ شفتي بقى دخولك حياتنا عمل فينا ايه دمرتي حياة ابني وضياتي مني بنتي التانية ودمرت لها حياتها هي كمان كتر الضغط بيولد الانفجار وده هو حالها لما سمعت كلام امينة واللحظة حست بغضب فاتجمدت وقست ملامحها قبل ما تقول بحدة انا ما دربتش ابنك على ايده يا حاجة ابنك اتجاوزني بقرطته وبكامل كواه العقلية على فكرة ويريد تفتكر الكلام اللي انت لسه ايله له له دلوقتي اني مراته وام ابنه الحاجة الوحيدة اللي بقيالك منه كانت نبرتها شايلة تهديد صريح فهمته امينة وسعت عينيها بدهشة وعرفت ان البنت دي مش سهلة ابدا ولكنها هتديها درسة تستحقه ولسه هتتكلم اتفاجئت بصوت قوي ونبرة اسية جاية من وراها صوتك ما يعلاش وانت بتتكلمي مع الحاجة امينة الوزان جنة هتزت لما شافته جاي نحيتها وقست ملامحوا نبرته عن قبل كده والتفت لامينة اللي كانت بتبص لها بغضب فتجهلته وقالت بنبرة مهزوزة انا ما اخترتش اجي هنا بقرطتي وزي ما الوضع مفروض عليكم مفروض علي وصدقيني لو خيروني هاختفي خالص من حياتكم اللي دمرتها دي وقف جنب والدته اللي قالت المطلوب منك تحافظي على اللي في بطنك وما تتعرضيش للسماء باي شكل من الاشكال وخليكي فاكرة ان الكل شيء نعية مسكت دموها بصعوبة لانها حست بظلم هي ما جاتش جنب السماء بالعكس السماء هي اللي اهنتها وهي ما ردتش عليها ولو بحرف ودلوقتي شايفينها هي المزنبة حاطت ايديها فوق بطنها تلقائيا وكأنها بتحمي ابنها ومن بين ضعفها ظهرت نظراتي التحدي في عينيها وكأنها بتحذر اي حد يقرب منه امينة بنظرات غمضة بصت على هدومها الغير مناسبة للظروف الراهنة وقالت باحتكار نقصت كتير علشان تبق من العيلة دي لكن طول ما انت عايش هنا تلتزمي بقواننا واولها بلاش اللبس المسخرة ده انت المفروض ارملة وجوزك لسه ما بقلهوش اربع شهور ميت على الاقل ظهر شوية احترام لذكرها زادت حد التنفسها وحست بقلم حاد وانيها تملت بالدموع اللي تتفاجأ بيبي يدخل بعد ما حس بقلم من مظهرها وخوف من تكرار الكرسة مرة تانية فقال بصوت خشن خلاص يا ماما مالوش لازمة الكلام ده التفتت امينة بغضب وثبته ومشيت فرت دمع هاربة من طرف عميها بسرعة مساحتها ولسه هتمشي لقيت ايده بتوقفها وقال لها بلهجة امرة هاستني شدت ايديها من قضته بكوة والتفتت تقول بدموع نعم فيه اهانات تانية لسه عايز تقولها اتحكم في نفسه بصعوبة قبل ما يقول بخشونة وطي صوتك وبطل عياط مساحت دموها بعشوائية وبكوة وهي بتقول بغضب ما بعيتش وحتى لو بعيت ما يخصكش انا مانع نفسي عنك بالعافية ما تخلينيش افقد اعصابي هتعمل ايه ما عملتوش ما اعتقدش ان فيه حاجة ممكن تأزيني اكتر من كلامك اللي زي السم ده اللي بتسمعه لي كل مرة تشوفني فيها اه تقريبا فيه اهانة جديدة عايز تضيفها ما نقللت الادب ومعرفش في الزوق ولا عرف يعني ايه عيب وما لقش بالتكم ومصلحش اكون منكم وحد مش محترم ومستهترة تفتكر فيه حاجة في قموص الاهانات لسه ما وجهتهاش ليا خرجت جملتها الاخيرة بضعف مش مقصود نبع من انكسارها وعمق واجعها حس هو بمشاعر شفقة في قلبه على اللي بترتجف قدامه اتعرضت لكل الاهانات دي منهم بدون رحمة غضب عقله وقال له اي رحمة تستحقها الافعة دي اللي تسببت في هلاك اخو صغير وهلكهم من بعده كان في صراع داخلي فقال لها بغضب انت كنت عارفة ان حازم خاطب قبل ما ترتبت بيه التفتت بلافة صادقة بانت في نبرتها وقالت والله ما كنت عرف هاول مرة عرف كانت دلوقتي من النهار ده محدش هيتعرض لك بأي كلمة وحشة ولا حتى انا وفي المقابل تحافظي على اللي في بطنك وتعرفي ان روح مسؤولة منك وان طوق النجاه اللي نجاكي من حبل المشنقة ده ابني انا اكيد هحمي بروحي ومش مستنية منك تطلب مني ده كانت عني بتبصلها بغمود قربكها ولكن حزنها الداخلي طغى على كل شيء وقالت بواجع وبالنسبة لحبل المشنقة فهو تلف حوالين لقابتي من زمان والتفتت ومشيت هدماها سبقاها وثبته في الصراعات ما بينكره لها وخوف عميك مش عارف سببه من انه يكون انسان ظالم وتكون هي ضحية كانت سما بتعيط بنهيار بن احضان حلة اللي كانت بتحاول تهديها بكل الطرق كانت حاسة بألمها فيها ايه زيادة عني يا حلة حلوة شوية طب ما انا مش وحشة حبي ليه كان كافي ليعوضوا عن اي حاجة نقصاني ده انا كنت بعشاء التراب اللي بيمشي عليه ده انا كبرت على حبه ازاي يعمل فيها كده حضنتها حلة متأثرة بحالتها وحاولت التخفيف عنها وقالت بحنان وحياتي عندك يا سما ما تعمليش في نفسك كده حازن كان بيحبك انتي وعمره ما كان هيلاقي احسن ولا اجمل منك هي التعبانة دي اللي تلاقيها لفت عليه ووقعته في حبلها انتي ما ينقصكش حاجة ابدا رفعت سما راسها ليها وقالت بلهفة ايوة صح كان بيحبني انا هي اللي ضحكت عليه هي اللي سرقته مني هي السبب في حرقة قلبي دي يا حلة هي السبب حلة بغضب وحقد ايوة هي السبب وانتي ايوة تسمحي لها تفكر انها انتصرت عليك لازم تعرف فيها مقامها كويس ازاي يا حلة ده انت شفتي مرات عمي كسرتني قدامها ازاي وبهدلتني ده انا عمري ما هقدر ارفعيني في عينيها ابدا لا هتقدري هي مين الجربوعة دي اصلا انا هعرفها مقامها بس سبري علي دخلت همت القودة بغضب وقالت بصوت قوي سيبينا لوحدنا يا حلة تحت كان الكل متجمع في الصالون وكان الجو مشحون بغضب من كل الاطراف ولكن الكل كان مجبر على التزام الهدوء وفقا لقواعد وقوانين صارمة اتكلمت امينة وقالت مش تسلم يا همت على مرات حازم واختها مرات حازم هنا بقالها اسبوعين ولسه فاكرة تيجي علشان نتسلم عليها كانت تعبانة والدكتور مناعها من الحركة وكان من باب اولى تروح انت تسلمي عليها من اولها تعبانة كده مش لسه بدري عروس على التعب ده ولا ايه اتكلمت فرح بنبرة قوية وقالت وهو التعب لوقت وانت مين بقى يا حلوة اسمي فرح وابقى اخت جاننا الكبيرة اتكلمت همت بديق وقالت بدل الحية طلعو اتنين هزت راسها ورسمت ابتسامة صفرة على وشها قبل ما تقول بنبرة خاليا من الود اهلا ما ردتش فرح واكتفت بانها تهزلها راسها بابتسامة صفرة اطاها دخول سما اللي اتفاجئ الجميع من مظهرها فكانت لابسة فستان اصفر وفيه ورود بيضة وحتى ميكب في البداية اتفاجئ الكل من مظهرها لكنهم تجاوزوا معظمهم الا امينة اللي قالت بغضب ايه يا سما اللي انت لابسها ده اتدخلت همت وقالت باستفزاز ما له لبس سما يا امينة ما هي زي الامر هي انا بكلمها هي يا همت يبقى هي اللي ترد ما له لبس يا مرات عمي قلعت الاسود يا سما اتدخلت همت بتحدي وقالت فيدي تكلميني انا يا امينة انا اللي قلت لها تقلعه فتع لوفاة حزم اكتر من ثلاث شهور وخلاص ووقت الحداد خلص وبعدين اذا كانت مراته نفسها قلع الاسود من بدري اشمعنا سما اللي هتلبسه بلعت امينة الغضب جواها واتمدت ايد سالم تمنعها من الكلام وقال سيبي كل واحدة اللي رحته يا حجة اللي عايز يلبس حاجة يلبسها دخلت الخدامة وقالت ان الغضاء جاهز على الصفرة فرح بهمس الجنة وهم افترقهم للصفرة او يتخلي حد يكسر عينك وخليكي فاكرا ان جنبك على طول حست جنة بالامتنان لوجود اختها جنبها فبصت على سليم فكملت فرح تجهلي تماما وكأنه مش موجود ده احسن عقاب لي اتكلمت امينة بغضب وقالت فين حالة ازاي تتأخرها لمعادل غدا كده قالت حالة من وراها باعتذار انا هو يا ماما اتأخرتي ليه على ما نزلتي وتتعرفي على مرات اخوكي والله انا لحضرت فرحه عليها ولا سمعته حتى بيجيب سرتها عشان اعتبرها مراته واهتم اني انزلة سلم عليها خلصت جملتها وسحبت كرسي وقعدت فتفاجئت بصوت سلم الحاد قال موجه كلامه للخدامة ده ده نعمة خدي طبق حالة دخليه المطبخ وقال لها تطلع قدتها اتكلمت حالة بخوف ونبرة مرتجفة ده ليه يا ابي ده اقاب العيال الصغيرة اللي بتكسر كلامي الكبار يا حبيبتي لما تتعلمي تسمعي كلامي الاكبر منك تبقي تعودي معهم على الصفرة وفي مالها ليلي كانت المرة الاولى يتجمعوا فيها التلاتة بعد وفاته وكان بناء على رغبتها لكنها قررت تجتمع بيهم قطعت الصمت وقالت هروح هزور حازم بكرة حد هيجي معي اتكلم عودي بغضب وقال لا انا مليش في المشاوير دي مؤمن بحزن هتروحي تقولي له ايه احنا كنا صهرانين مبارح من غيرك اتكلمت سمدي بحزن وقالت يعني ايه قررت وتنسوه هنعيش حياتنا عادي ولا كأنه كان موجود وسطنا لو انتوا هتقدروا تنسوه انا عمري ما هقدر انساه ولا لحظة واحدة وهروح هزوره الوحدي لأ طبعا هو ينفع تنسيه انت حتى لو حاولتي مش هتقدري حاجات كتير هتفكرك بيه عمري ما هقدر حتى لو قعدت حاول مئة سنة حازم عمره ما يتنسي ابدا شرب كاسه كله مرة واحدة بغضب وقال سبحان الله انت لو قعدت مئة سنة عمرك ما تنسيه بس هو انسيك في لحظة لأ وعاش قصة حبه وتجوز اللي حبها وامراته قربت تولد كمان شوف يا اخي الدنيا اتكلمت سندي بعدام تصديق انت بتقول ايه اتكلم عدي بشماتة وقال بقول اللي سمعته حازم تجوز قبل ما يموت وامراته قربت تخلف اتدخل مؤمن وعنفه وقال له ما تسكت بقى يا اخي انت ايه عايز تولعها نار وخلاص التفتت لمؤمن وقالت بقلم مؤمن الكلام ده بجد حازم فعلا عمل كده اتكلم عدي بقى سوى وقال ايه وعمل كده ومش هتتخيلي كان متجوز مين جنة اللي حامل دلوقتي في ابنه وعيشة معززة مكرمة وسط اهله هناك بتتعامل احسن معاملة ماهي الزكرة الوحيدة اللي بقية منه اتكلمت سندي بغضب لمؤمن وقالت انت كنت عارف صح اه يا واطي ازاي تعرف حاجة زي دي وتخبي علي خلي بالك من كلامك يا سندي حازم استأمني انا والحيوان ده على سره كنت عارفة انه مرتبط بيها يعني ملكيش حاجة عنده اتكلمت بقهر وقالت انا كنت فاكرة انها نزوة اللعبة هيلعب بيها شوية وينساها ويرجعلي اتكلم ودي بتريقة وقال شوفي القدر بقى اللي كنت فاكراها لعبة طلعت هي الحقيقة وانت اللي طلعت لعبة لعبة بيها شوية ورماها ضربته بالقلم على وشه فقام بغضب وقال لها بصراخ ايديك ديها اكسرها لك يا زبالة بقى انا عدي ما عنتش عايز اشوف وشك تاني وتأكد اني لو قابلتك في مكان ولو صدفة همحيكي من على وش الدنيا وسبهم ومشي وتكلم مؤمن بغضب وقال يلا عشان اوصلك وفي عربية مؤمن انسي حازم يا سندي وعيش حياتك او حاولي تنقذ اللي باقي منها وصلها بيتها وراح على بيت عدي فتح بالمفتاح اللي معاه ولكنه تصدم من اللي شافه يطرى مؤمن لها ايه لما دخل شقة عدي ندلع نعرفه في الجزء الجاي دمتم في امان الله